صحافة البحرينية مستمر للصحافة البحرينية مما أكسبها مكانة رفعة ومساهمة واضحة للتعاطي الإعلامي الرصين مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام دور محوري وفاعل قامت به الصحافة البحرينية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا تعززت مكانتها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتبوأت المراتب المرموقة في مسيرتها النيرة لتنوير الرأي العام وإيصال صوت المواطن والدفاع عن حقوقه ومكتسباته بكل حرية ومهنية واعتدال جلالة الملك دائما الدعم الأول للصحافة والإعلام وحرية الصحافة في البحرين وكلمته ورسالته التي وجهها جلالته في يوم الصحافة هي مقياس رؤية جلالته في حرية الصحافة وفي دعم الصحفيين والصحافة بشكل عام صحافة البحرين وخصوصا في العقود الماضية لعبت دور أساسي في بناء الدولة الحديثة في البحرين الصحافة كانت ومزالت أحد الأدوات الأساسية لدعم كل مشاريع التنمية والتطوير والتحديث في البحرين ولعبت الدور الأكبر في الدفاع عن البحرين في كل الأزمات التي مرت به العاملون في القطاع الصحفي البحريني أكدوا على ما تتمتع به الصحافة البحرينية من رعاية واهتمام كبير ساهم في تطوير عملها الصحفي على مختلف الأصعدة الفنية والإدارية والثقافية حتى باتت الصحافة البحرينية نبراسا للتقدم والنجاح في مسيرتها الفاعلة في تغطية الفعاليات والأنشطة المهمة داخل وخارج البحرين طبعا الصحافة في البحرين تحظى برعاية سامية من لدى صاحب الجلالة الملك المعظم فكان دائما جلالته الدعم الأساسي والدعم الأول لحرية الصحافة ونحن كصحفين نعتز بهذه الرعاية ونعتز بهذا الدعم طبعا هذا الدعم أيضا يحملنا مسؤولية أداء الكلمة وأداء المهمة بمسؤولية وأمانة وهذا هو دورنا وكما توفقنا إلى في السنوات الماضية في هذا اليوم يجدر بنا الإشارة إلى الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الصحفيون في البحرين في كل المحطات والمحافل أثبت الصحفين قدرتهم وكفاءتهم على مواكبة كل الأحداث والتطورات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية نحن اليوم إذا نلاحظ أغلب الكوادر الصحفية في الصحف المحلية هي كوادر وكفاءات شبابية وما زالت الصحفة أو الصحف المحلية تستخطب بشكل مستمر الكفاءات المتخرجة من جامعاتنا المحلية وكثير من الكفاءات الشبابية هي كفاءات قادرة على العطاء الصحفي قادرة على تعلم المهارات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتوظيفها في تطوير العمل الصحفي الكفاءات البحرينية الصحفية والإعلامية ساهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة العمل الصحفي بما يسهم في الارتقاء بمهنة الصحافة لتواكب آخر التطورات التقنية والتكنولوجية وتواصل مسيرتها المباركة في أداء رسالتها النبيلة تجاه جماهيرها ومتابعيها تطور إداري ومهني كبير تشهده الصحافة الوطنية في مملكة البحرين يعكس ما يلعبه منتسب هذا القطاع المحوري من دور هام في دعم مسيرة النهضة الوطنية الشاملة التي تنعم بها مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين